دور الشريف الرضي طبعا الشريف الرضي وأستاذه المفيد الشيخ المفيد يسمى الشيخ الطائفة وشيخ الطوسي وأخو الشريف الرضي الشريف المرتضى هؤلاء هم الذين تقريبا أسسوا المذهب الاثني عشري وكان الزبزب يعني قبلهم كان الحديث الزبزب عند الشيخ الصدوق محمد بن علي الصدوق ابن بابويه الصدوق لم يكن يؤمن بالاثني عشرية تماما وبقوة كان يقول الآن نؤمن بالثاني عشر وسوف يظهر هذا الثاني عشر ثم تستمر الإمامة في ذريته ما كانت الإمامة محصورة ومحجوزة باثناش واحد فقط لأنها كانت نظرية سياسية مقابلة للشورى ممتدة إلى يوم القيامة الشورى باطلة إذن فالإمام يعينه الله وفي هذه السلعة لهكذا ملخص نظرية الإمامة الشريف الرضي وهو شاب عندما يعني تعين الخليفة القادر بالله العباسي نصب هو كان أمره يعني بالعشرينات بالعشرينات وآباءه وأجداده أمه وبعض أجداده من أمه كانوا حكام في طبارستان أيضا فكان أيضا هو طامح للخلافة ويشعر بالفخر ويشعر بالامتياز ويشعر بالمجد أنه من أنت يا خليفة عباسي أنا مثلك يعني ما في شيء فنشوف هذا في بعض أشعاره عندما يقول ويتفاخر بنسبه وبتاريخ أبائه وأجداده يقول ما عذر من ضربت به أعراقه حتى بلغنا إلى النبي محمدي أن لا يمد إلى المكارم باعه مدئيدي يعني المكارم وينال منقطع العلا والسؤدة ليش لا أنا مواحد من ذول مثل خليفة العباس ويني يفرقنا عن خليفة العباسي ويخاطب القادر بالله العباسي قائلا عطفا أمير المؤمنين فإننا عن دوحة العلياء لا نتفرق أحنا نفس شجرة وحدة ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالي معرق إلا الخلافة شرفتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق فقط أنت صار خليفة وأنا بعد ما صار خليفة فهذا يكشف أنه هو كان طامح للخلافة ويشعر نفسه أنه يعني مستحق للخلافة لماذا العباسيين يستحقونها وعند أبناء عم في القاهرة هما خلفاء ويمت إلى الشجرة الحاكمة يعني الآن كيف كان هناك صراحة طبعا داخلي مع الخلافة العباسية العلويون والشيعة عموما كانوا يقولون الخلافاء العباسيين سرقوا الخلافة منا وهم أبناء العباس أبناء العم والخلافة كانت لعلي ابناء بطالب ولي أبنائه فإحنا لازم نأخذ الخلافة فمن هنا كان التنافس أقوى مع العباسيين يعني يحاولون يجرون البساط من تحت أقدام العباسيين ويهدموا عرشهم ويبنوا عرشا علويا على أنقاض العرش العباسي فهنا وربما بوحي البواهيين أيضا وبأمر البواهيين أسس السيد الشريف المرتضى مدرسة اسمها دار العلم في بغداد وجمع طلاب وصاروا ينظروا وصاروا يبثوا يعني ثقافة ثقافة تاريخية أو ثقافة مثلا مذهبية ولكنها تنطوي على ثقافة سياسية أو بعد سياسي فحاول السيد المرتضى أن يبين شرعية الإمام علي حتى يستمد شرعية من أده فكتب كتاب وألقاه على طلابه في دار العلم مدرسة مدرسة دار العلم اسم الكتاب خصائص الأئمة الاثنين عشر يعني ولكنه ما استطاع يكمل الكتاب أول ما بلش بالكتاب بخصائص الإمام علي اللي من أبي طالب بدأ يجمع القصص والأحاديث والروايات وما كتب عن إمام علي واستغرق الحديث هذا وجر إلى تأليف كتاب نهجة بلاغة يعني جمع نهجة بلاغة ثم لم يستطع أن يكمل بقية الكتاب فهو بالحقيقة اسمه خصائص الأئمة ولكنه في الواقع خصائص الإمام علي فقط ما كمل الكتاب كله يعني وهذا الكتاب نشره بمناسبة الألفية على وفاة الشريف الرضي في مشهد في إيران مجمع البحوث الإسلامية في مشهد نشر هذا الكتاب سنة ألف واربعمائة وستة هجرية يعني بعد ألف سنة على وفاته وحقق هذا الكتاب محمد هادي الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني حقق هذا الكتاب ولكن طبعا لم ينتقده لم يناقشه لم يبحث فيه بجرد أن هذا الكتاب مثلا صحيح يعني ينسب إلى الشريف المرتضى أو لا كتاب منسوب إليه مثلا مو موثق الكتاب طبعا في ربما واحد يعني يبحث في هذا الموضوع وهذا مجال للبحث ولكن احنا نحاول نقرأ هذا الكتاب ونشوف ماذا يوجد في هذا الكتاب وكيف قدم الشريف الرضي الإمام علي للناس هذا شيء مهم أنا عندما قرأتي الكتاب يعني شفت محاولة يعني سميتها محاولة أخبارية مغالية من الأشياء التي كانت موجودة ذيك الأيام هو كتب هذا الكتاب وهو رغم ألمه ورغم أدبه ورغم ما محقق القصص وما يجي بالسند أيضا مثل نجل بلاغة كما تلاحظون ما فيه سند يعني الثغرة الكبيرة الموجودة فيه نجل بلاغة أنه سند ما مذكور في القرن الرابع يجمع هذا الكتاب ولا يرواح رواية يعني بالسند إلى الإمام علي فلذلك يمكن واحد يشك أنه أشياء مضافة منقوص من أدها محذوفة زايدة صحيحة مصحيحة فيه كلام حول نجل بلاغة الشريف المرتضى العجيب يعني من بداية حياة الإمام علي يبدأ بالأساطير يبدأ بترديد الأساطير ودون أن يتوقف عندها ودون أن يفكر فيها لماذا أنا أبحث هذا الموضوع لأنه هذا يشكل يعني مادة رئيسية في الثقافة الشيعية الحالية أنه الناس يقرؤون الكتاب ويأخذون كل ما موجود بالكتاب الشريف الرضي يكاتب هذا الكتاب بعد هذا بدون مناقش يأخذون حتى العلماء مناقشون القصص الموجودة فيه باعتبارها قصص تاريخية وقصص كذا ولكنها تصير خطبها على المنابر يمكن أن يحشون بها دعم يرددون هذه القصص وهي لازم واحد شوية يعني خاصة المدرسة الأصولية لازم شوية تحقق تدك يعني تعلق على القصص عندما نطبع هذا الكتاب نحاول شوية نعلق على القصص صحيحة مصحيحة ما هو السند ما هو كذا مو نغرف نغرف بالأي شي بهذا الكتاب ونعتبره كتاب مقدس وكتاب مهم وبالتالي خلص بدون مناقشة يجب أن نتعلم يعني مع تقديرنا وتعظيمنا لشريف المرتضى ولكن كتاب جدا يعني أخباري وسطوري جدا وحاول يصنع شخصية سطورية الإمام علي عليه السلام الإمام علي مو بحاجة لهذا الشيء الإمام علي عظيم بحد ذاته بعدله بسياسته برؤاه بعقيدته بمبادئه الأخلاقية عظيم بهذه الأشياء ليس بهذه الأمور التي يذكرها الشريف الراطم ولكنه يبدو سلاح في المعركة كانت ضد العباسيين أنه يأسطر الإمام علي وهذا عاد ترجمة نانسي قنقر